في حسابات المعادلة الإيرانية الداخلية، ثم تدفسير تقرأه الأوساط الإقليمية والغربية على وجه الخصوص عندما يصدر من طهران قضايا تغيير مناصب مهمة في الجمهورية من عيار مجلس الأمن القومي الإيراني ومناصب حساسة أخرى. هذه المرة كان قرار الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بتعيين علي أكبر أحمديان أميناً لمجلس الأمن القومي الإيراني بدلاً من علي شمخاني الذي استقال بعد أن شغل المنصب لعشر سنوات، وهو قرار مفاجئ بالنسبة للصحافة الغربية. وكان لشمخاني حضور النشط على الساحة السياسية في البلاد على مدى عقود، ووقع اتفاقاً بوساطة الصين مع السعودية في نيسان الماضي لإنهاء خلافات سياسية استمرت سنوات طويلة بين البلدين بحسب مصادر إعلامية غربية من بينها وكالة سيان أن الأمريكية. كان أحمديان يشغل منصب رئاسة المركز الاستراتيجي للحرس الثوري الإيراني منذ عام 2007 وهو من أعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام. أحمديان الرئيس الجديد لمجلس الأمن القومي أنيط إليه دستورياً تحديد سياسات الدفاع وتنسيق الأنشطة السياسية والاستخباراتية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية. تأتي هذه الخطوة بعد أيام من تأكيد المرشد الأعلى علي خامنئي لأهمية التحلي بالمرونة في السياسة الخارجية كما لزم الأمر لتجاوز أي عقبات. واستبعد مصدر إيراني مطلع أن يكون للتغيير في قيادة مجلس الأمن القومي تأثير على سياسات المجلس. وأقل إنه ربما تجري دراسة تعيين شمخاني في منصب أكثر أهمية ولم يخض المصدر في تفاصيل. لكن التغييرات في المناصب العليا تحظى بمتابعة وثيقة مع اقتراب الانتخابات البرلمانية التي تحل في شباط وسط توقعات المحللين. بأن يكون الإقبال على المشاركة فيها ضعيفا مع تصاعد المعارضة السياسية وتزايد المصاعب الاقتصادية في الداخل الإيراني.